السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذه السلسلة المباركة الكتاب المبين والحقيقة أنا كل ما ألتقي بأحد العلماء يذكر لي فكرة جديدة فأعجب بهذه الفكرة جدا وأقدمها لحضراتكم في برنامج الكتاب المبين النهاردة الفكرة عجبتني جدا جدا من ضمن الأفكار الرائعة اللي هتحسوا فيها بأولا أن هي جديدة وثانيا أن فيها تعمق باعتبارها يعني هذه الفكرة موضوع لرسالة الدكتورة التي يناقشها ضيفي العزيز الفكرة عبرها عن إيه؟ مفهوم الرجولة في الكتاب المبين كمان مرة كده مفهوم الرجولة في الكتاب المبين يا ترى كلمة الرجولة معناها إيه في القرآن الكريم؟ طيب ما هي أوصاف الرجل في القرآن الكريم؟ طيب يا ترى فيه امرأة زي ما احنا نقول في العمية كده بألف راجل؟ طبعا فيش الكلام ده لكن هل هناك امرأة يمكن أن توصف بأنها رجل أو تقوم بمقام الرجل؟ هل هذا الكلام موجود في القصص القرآني أو في الكتاب المبين؟ طيب ننتقل بعد كده إلى المرأة أو إلى النساء ونظرة الكتاب المبين إلى المرأة وإلى النساء الحقيقة بإذن الله تعالى هيكون موضوع ممتاز وموضوع شائق وحيعجب حضراتكم كتير جدا جدا ويسرني في هذه الحلقة أن أناقش هذا الموضوع مع ضيفي وضيفكم العالم الجليل فضيلة الدكتور محمد فتحي سليم وهو من علماء وزارة الأوقاف وإمام وخطيب مسجد النور بالدروتين بمحافظة إدقه له يا أهلا بك يا دكتور شرفتنا كثيرا ربنا برك في عمرك شرف لي مفهوم الرجولة يا دكتور في القرآن الكريم إيه معنى الرجولة احنا عايزين نشوف يا طرح هي ضرب بقى واد أسد وبيضرب ولاده وزوجته وبتاعه وبوكسر وكلام من ده ولا إيه في مفهوم تاني للرجولة في الكتاب المبين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فإنك يا مولانا بفضلك وكرمك ومنك وعظمتك تجعل الصعب سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد مشاهدي الكرام في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته ونسأل الله العلي العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته أن يجمعنا جميعا في الآخرة مع إمام المتقين وسيد الدعاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم وكما تفضلت حضرتك بأن البرنامج اسمه الكتاب المبين فما أغلى وما أفضلى وما أحلى أن نعيش مع مائدة القرآن وأن نتدبر في القرآن وأن نتأمل في القرآن قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وفي هذا الموضوع أقول لقد من الله علي بتسجيل الدكتوراه بعنوان الشخصيات الثانوية في القصص القرآني والفوائد الدعوية فيها يعني إن شاء الله لو حضرتك تأذى لنا بإذن الله تبارك وتعالى أن الموضوع عجيبني جدا إحنا يعني التركيز دائما على الشخصيات أصله الثانوية مضدها المحورية أو الرئيسية شخصية رئيسية وشخصية ثانوية أو مساعدة غير رئيسية بالضبط كده إحنا طبعا بقول الكلام ده لحضرتك لأنه أنا درست دراما الدراما فيه شخصية ومسرح وكلام ده ففيه شخصية محورية وشخصية ثانوية شخصية رئيسية كذلك في القصص القرآني كذلك في القصص القرآني فذلنا إن شاء الله يا دكتور إن احنا والوطن الجامعي طالب سنوي يعني طالب جامعي طالب سنوي فإن شاء الله نقش الموضوع ده بإذن الله قد يظن الكثير من الناس أن الرجولة في القرآن الكريم هي في كل من نبت له شعر في شاربه أو في لحيته وقد يظن بعض الناس أن الرجولة هي في القوة البدنية وقد يظن بعض الناس أن الرجولة هي علو الصوت في المسجد أو في الشارع أو في البيت أو في الوظيفة وقد يظن بعض الناس أن الرجولة حينما تكون في البيت بالسب واللعن والقف وحينما نرى في جواز الصفر أو بطاقة كل إنسان منا نجد أن النوعية لم تكن فيها رجل إنما هي ذكر فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل الله 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 ده موضوع كبير خالص كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل هذه قاعدة آه ده أنا عايز أركز على الأمر ده جدا 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 كثير من الناس يمشي في الشارع ما شاء الله وتظنوا أنه أعظم الرجال وحينما تتحدث أو تتكلم معه تجد أنه أقل من الطفل بقليل فالرجولة في الإسلام شهامة الرجولة عظمة سلام الرجولة أخلاق الرجولة حوار الرجولة أدب الرجولة علم الرجولة موقف الرجولة شعور من داخل الإنسان في نحو ما يتعامل معه الرجولة أمر عظيم ويا ليت أن كل الناس يدخل تحت هذا المسمى برجل قرأت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس يوما مع أصحابه ثم قال لهم تمنوا فقام رجل وقال أتمنى يا أمير المؤمنين أن يكون هذا البيت مليئا بالذهب ثم أنفقه في سبيل الله فقال عمر مرة ثانية تمنوا فقام رجل وقال أتمنى يا أمير المؤمنين أن يكون هذا البيت مملوء بالذهب والفضة واللؤل والزبرجد فقال عمر رضي الله عنه تمنوا فقام رجل وقال قل أنت ماذا نفعل يا أمير المؤمنين فقال أتمنى أن يكون هذا البيت فيه رجل كأبي عبيدة بن الجراح الله أكبر كأبي عبيدة بن الجراح إن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه أقول ما أحوجنا الآن في بيوتنا لرجل ما أحوجنا في مساجدنا لرجل ما أحوجنا في وظيفتنا لرجل ما أحوجنا في شوارعنا لرجل الرجول في القرآن حينما تأتي فلها أوصاف أوصاف آه بس ما عليش بقى أنا عايز يعني أذكر السادة المشاهدين بأول يعني مفهوم جميل نعم أنا خدته منك نعم ومقتنع به جدا جدا أن كل رجل ذكر نعم وليس كل ذكر رجل نعم يا سلام وبعدين برضو اللمحة بتاعت فضلتك أنه البطاقة الشخصية مكتوب فيها ذكر جواز السفر في كل مكان العاقل جواز السفر مكتوب فيه ذكر نعم النوع ذكر نعم وليس إيه رجل رجل لأن الرجول لها معنى آخر الرجول شعور ومسؤولية من عند الشخص طيب ندخل بقى على الكتاب المبين نعم ونبينه نعم علشان نستفيد نعم من حضرتك ومن خلال فهمك نعم للكتاب المبين ودراستك في الدكتوراه نعم أنه أوصف الرجولة أو الرجل نعم في الكتاب المبين وهذا أمر في غاية الأهمية نعم حينما تحدث القرآن الكريم عن الرجولة فإنه وضع لها سمات نعم ووضع لها صفات فكل من يدخل تحتها فهو وضع قدمه في موضع الرجال وحينما نتحدث عن ذلك يحضرنا جميعا في سورة الأحزاب قول الله جل وعلا حينما يقول من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لم يكن الحق جل وعلا أن كل المؤمنين رجال يا سلام ما قال جميع المؤمنين رجال يا سلام الله عنيك إنما من حينما تستعمل هنا لغة العربية تسمى للطبعيض يعني ليس الكل رجال حتى من المؤمنين حينما تحدثنا عن مفهوم الرغولة لما حضرتك قلت يا سلام لحظة يا دكتور محمد من المؤمنين رجال الله عليك نعم يبقى هنا من وهي مفهومة جدا بالنسبة لي السادة المشاهدين والمتخصصين نعم إذا يعني قدامنا حد مش متخصص في اللغة بعض من كل إنه من بعض من كل يعني مش كل يعني حتى وصف المؤمنين نعم ده للمؤمنين ده المؤمنين أهل الإيمان أهل الدرجات العلا عند الله عز وجل حتى ربنا بيقول منهم 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 رجال نعم صدقوا ما عاهدوا الله عليك حقق هذه الرجولة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف الصعبة وكان حبيبنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أحوج لهذه الرجولة من أصحابه قد تكون الرجولة في السبات على الدين وقد تكون الرجولة في الصبر على الإبتلاء وقد تكون الرجولة في فضائل الأعمال وقد تكون الرجولة في قبر خواطر المسلمين الله وقد تكون الرجولة في الأفراح وقد تكون الرجولة في الأحزان يظهر أو تظهر الرجولة عند الموقف كل تؤانفة الرجولة موقف موقف في الفرح بتشوف راجل في الحزن بتشوف راجل في كل مواقع حتى في السيارة في القطار في المترو بتشوف راجل في التعامل مع الناس بشكل عام في البيع والشراء في المعاملات في كل المعاملات في علاقة الرجل بزوجته والعلاقة الرجل الاجتماعية في كل الوظيفة رجل موقف شعور طيب ولذلك لما تسمع أن رجل تزوج أفضل ليلة في تاريخ البشرية ليلة العمر بيستنزر كل واحد منه ويسمع حنظله ابن أبي عامر الراهب رضي الله عنه منادي الجهاد ويقول حي على الجهاد فيترك زوجته بعد أن أخذ منها كما يأخذ الرجل من زوجته ثم ذهب إلى المعركة واستشهد في سبيل الله عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد الشهداء فيراه رسول الله فيبكي حبيبنا عليه الصلاة والسلام فمر ضحك ومر بكى فسألوه لماذا بكيت مرة وضحكت مرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ضحكت لأمني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض في طسط من زهب وبكيت لأنه طرك زوجته في هذه الليلة إنها رغولة في المعركة رغولة في المعركة وأنس بن النضر وغيره يقول أعاهد الله وأشهدك يا رسول الله أني أرمى بسهم هاهنا فأقتل في سبيل الله عز وجل فيراه الحبيب عليه الصلاة والسلام في الشهداء ثم يقول صدق الله فصدقه الله جل في علاه فيتنزل القرآن من فوق سبع سماوات من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه لقد وصف الله جل وعلا الرجول في صورة النور وفي صور غيرها في القرآن الكريم حينما يقول ربنا جل وعلا في بيوت أذن الله آية تحتاج إلى حلقة في التدبر رجال لا تلهيهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ما صفاتهم يا رب قال رجال قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار قال الإمام القرطبي وغيره في تفسيره الجامع لأحكام القرآن الكريم وهكذا هي صفة الرجال يعملون في الدنيا فإذا حذرت الصلاة كما قال النبي قال أحدهم كان الرسول الله معنا فإذا حذرت الصلاة كأنه لم يعرفنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع من صفات هؤلاء أن الإنسان يكون رجل في المسجد واسمح لحضرتك أقول رجل في المسجد جميع المساجد الآن في كل حي علو الصوت أن يتدخل فيه ما لا يعنيه سوى مع الإمام أو الموظف أو الناس جميعا المساجد الآن تحتاج إلى رجولة من صفات الرجولة في هذه الآية أنهم يعملون في الدنيا ويعملون للآخرة الله جل وعلا حينما وصف الرجولة في القرآن قال لمسجد أسس على التقوى حتى قال ربنا جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين من صفات الراجل أن يكون طاهر طاهر يا أستاذ عمد طاهر معنوي والطهر الأخرى اللي يعنيه الآن أن الراجل يكون هنا أبيض بمعنى الأصح الله الرجولة يكون راجل أبيض الله الرجولة يكون راجل أبيض واحد يقول لي عندي في البندن برح يقول لي أنا بفضل الله خذبتك اللي فاتت ديك عن القلب الأبيض أنا بنام على المخدة بتاعتني يا شيخ محمد وروح في النوم بسرعة والتقول أنت راجل طاهر ده نعمة من نعم لي عز وجل راجل أبيض راجل أبيض ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من صفات الرجولة أن يكون عنده طهارة والمقصود هنا طهارة القلب طهارة القلب ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابي يوما وكان في المجلس يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة مالشة ما يدخل صحابي ولا عادي إنما قال رجل الحديث طويل الآخر المقام الصحابة قالوا له أنت بتعمل إيه يا عم ما معنى أنت يعني نصدق طر منك قال غير أني أبيت وأصبح وليس في قلبي غلا ولا غشا ولا حسدا لأحد من عباد الله عز وجل هذه هي صمات الرجولة هذه هي صفات الرجولة والقرآن الكريم من أوله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس مليء بالحديث عن الرجولة وقل أن تجد في القرآن الكريم كلمة ذكر تحمل الرجولة كلمة ذكر في القرآن الكريم الغالب فيها في الحديث عن الخلق أي خلق الإنسان والحديث عن الميراس يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين قالش للرجل وإنما للذكر لأن الرجولة شهامة الرجولة أخلاء الرجولة موقف الرجولة أدب الرجولة تعامل ولذلك القرآن الكريم مليء بالشخصيات التي تسمى بالشخصيات الثانوية ما معنى ثانوية؟ يعني شخصية مساعدة للشخصية الرئيسية شخصية غير الأنبياء حينما نفتح المصحب حضرتك ونقرأ مثلا سورة القصص نسمع في قول الله جل وعلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى القرطبي وابن كثير وغيره قال لأنه جاء على غير الحاجة جاء في ظروف غنضة جاء جاء ويعلم وعرف أنهم سيريدون أن يقتلوا نبي الله موسى الرجولة هنا شجعة الرجولة نصر للحق إذا دعيته لمحكمة ولا مجلس عرفي لو ما أخذت تعبيره في عنيش سامحني خليك راجل مع أن الرجل في هذه الآية ليس معروفا ليس معروفا والقرآن الكريم لا يعنيه في اللغة العربية نكرة لا يعنيه من هو الشخص لا يعنيه ما اسم القرية ما حل الزمان ما حل المكان الشيخ الشعراء ورحمة الله عليه يقول وهذا من عجيب قصص القرآن الكريم إنما يهمنا المخزى والعبرة أهل العلم قالوا عن هذه الآية أن الإنسان لا يخاف في الله جل وعلا لو متلائم ينصر الحق ويشهد الحق حتى ولو على نفسه حتى ولو على أقرب الناس إليه وهذه من صفة الرجولة نفتح المصحف ثاني ونقرأ في سورة ياسين نعم قال ربنا جل وعلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى هذا الرجل كما ذكره ابن كثير والطبري والقرطبي والشنقط وغيره أنه اسمه حبيب النقار نعم وكان ذلك في زمن نبي الله عيسى عليه السلام هذا الرجل علم أن أصحاب هذه القرية قتلوا ثلاثة تخيل اتلوا ثلاثة أبله طب هم يعملوا في إيه فهو ذهب هناك ويعلم تمام العلم أن القتل حادث له لا محالة ولكنها الرجولة يا السلام ولكنها الرجولة يعلم أنه ميت ويعلم أنه مقتول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وسبحان الله العظيم قتلوه بالفعل قتلوه لا شوف يا مولانا الدكتور محمد حتى الكلام الذي صدر على لسانه نعم كلام رجل رجل توحيد وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى نحن نحن نجد النهاردة رجال عقيدة رجال العقيدة تمام رجال العقيدة علم أنه مقتول قال ابن كثير نصح كلام يكتب بمئة ذهب نصح قومه حيا وميتة الله وخاف عليهم حيا وميتة اسمع ثم قال كما قال ربنا في سورة يسين قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون بما نلت من شهادة الله وبما نلت من خيرات الله وبما نلت من جنة الله جل في علاه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين نعم هذه رجولا طبعا دكتور محمد أنا معرفش فيه أمثلة تانية ولا لا لكن هل المرأة المرأة نعم مش بشكل عام طبعا زي ما احنا قلنا نعم انه ليس كل ذكر رجلا اكيد مش كل النساء برضو تصلح ان هي تقوم بدور الرجل او تقوم بدور عظيم يعني في الحياة نعم مش كده برضو يا دكتور ولا في أمثلة أخرى لصفات الرجل في اللقاء أنا كنت أود أن أختم هذا العنصر اتفضل بشخصية عظيمة قررت فيها رسائل مجلسير ودكتوراه في هذه الشخصية مين بقى ألا وهو مؤمن آل فرعون مؤمن آل فرعون الذي ذكره ربنا جل وعلا في الصورة المسمى باسمه صورة المؤمن تسمى باسم هذا الرجل نعم وتسمى بصورة غافر وجاء رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان يكتم إيمان وكتمان الإيمان في حالات جوزها شرعون الحنيف لا مجال في الحديث عنها اليوم نعم إنما هذا الرجل لما رأى بنفسه ما فعل بنبي الله موسى وما فعل معه من قارون وهكذا إنما جاء من أقصى مدينة ومن أقصى البلاد وهو يكتم إيمانه ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فسجل القرآن الكريم عليه قوله بأنه رجل رجل نصر الحق ونصر المظلوم ويحضرني الآن لما ضرب ولعن وقذف وسب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى تغيرت معالم وجه نعم عفوا حتى تغيرت معالم وجهه فلما رآه رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله ربي الله 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 نسأل الله عز وجل يا رب يا رب أنا جعلني وجميع المشاهدين من أهل الرجولة من أهل مواقف الحق طيب أنا عايز فضلتك بقى تفرح نسائنا يعني يا دكتور من رملت مثلا الله يكرمك وتولت تربية أبنائها الله يكرمك من طلقت مثلا وتحملت وظلمت في طلاقها وظلمت في طلاقها وتحملت كل التبعات وتحملت الأبناء والبنات والتربية بكل رجولة الله جميل هل يمكن أن نصفها بصفة الرجولة مواقفها هي التي صنعت فيها الرجولة مواقفها في بيتها وفي وظيفتها وفي تعاملها مع الجيران والأقاري والأرحام هي التي صنعت فيها الرجولة أقول والله لقد وقفت النساء مع حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المعارك كلها من أولها إلى آخرها وصنعوا مواقف البطولة لك الآن أن تتخيل أن امرأة قتل أبوها وقتل زوجها وقتل أولادها الأربعة وفي كل مرة تقول أرسول الله بخير يقولون لها مات زوجك تقول أرسول الله بخير مات أبوك أرسول الله بخير حتى قالوا قالوا لها إن رسول الله بخير قالت والله لن يهدأ لي بال حتى أرى رسول الله محمد فلما رأت حبيب الخلق وسيد الحق صلى الله عليه وآله وسلم قالت كل مصيبة بعدك هينة يا نبي الله 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 إنها امرأة بمئات الرجال الله تحية لكل أم مصرية تحية لكل أم مسلمة مسلمة تحملت الأعباء تحملت التعب والألم بعد موت زوجها وإما بعد طلاقها وترضيها من بيتها فلقد ربت المعلم وربت العالم وربت العالم وربت القبيب وربت الدكتور وربت الصيدالي وربت المهندس وربت جميع الطوائف هذه الأم من هذا المكان نقدم لها التحية والتقدير ونقول لها جزاك الله خيرا على ما قدمتيه فأنت صنعت الرجولة وأمت في بيتك الآن حضرتك الإمام البخاري نعم إمام الدنيا رضي الله عنه أرضاه فقد البصر وهو صغير ومات أبوه وهو صغير فقامت على تربيته أمه فرأت في ليلة كأن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول لها يا أم فلان قومي فإن الله عز وجل رد على ولدك بصرة نعم فقامت في فرح وسعادة وحفظته كتاب الله عز وجل ولم يتجاوز السابعة من عمره وقامت على تربيته وكانت تأخذه إلى حلقات العلم حتى صار إمام الدنيا وأصح الكتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري ومسلم قامت على تربيته أمه ويدكتور يعني وحضرتك تتحدث فتحتلنا هذا المجال ونتذكر هذه المرأة الصالحة التي مات زوجها وهي أصبحت أما لأحد كبار الأئمة وتقول له أطلب العلم نعم وأنا أكفيك بمغزالي نعم وحضرتك وربت إماما كبيرا من أئمة العلم في أئمة الأربعة نعم الإمام أحمل بن حنبل الإمام الدنيا صاحب كتاب المسند رحمه الله رحمه الله تعالى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يستمر الإمام أحمد رضي الله عنه إلى قيام الساعة قال حفظتني هكذا ذكر الإمام صاحب سير أعلام النبلاء رضي الله عنه الذهبي قال حفظتني أم القرآن وأنا ابن العاشرة وكانت أمي تخدمني وتوقض لي الماء تحت النار كانت بتسخل الماء تقضي لي الماء حتى أتوضأ في الفجر ثم أذهب إلى المسجد ثم أرجع ثم تحتجب وتلبس خيمارها وتذهب بي إلى المعلم ماذا نقول عن هذه الأم رضي الله عنها وأرضاه لا ده فيه مولانا يعني عايز أقولك أنه حتى في عصرنا والنهاردة وبكرة وبعده نساء يشبهنا هؤلاء النساء العظميات في كل خارج يعني عايز أقولك على حاجة كان عندي حضرتك عارف برنامج أعلام الأمة فأنا كنت أذهب إلى كبار قراء مصر والعالم العرب والإسلامي في بيوتهم يعني ألاقي شخصية بقيمة الشيخ سيد متولي عبد العالم رحمه الله رحمة نواسعة نعم قيمة وقامة قيمة وقامة وعلم عالم التلاوة قرآني عظيم في العالم كله نعم وبعدين يقول لي يا أستاذ محمد علمتني الشيخة مريم أقول له الله يا مولانا علمتك الشيخة مريم قال لي حفظتني القرآن الله الشيخ محمد حامد السلكاوي حفظه الله نعم ويقول لي علمتني الشيخة مريم قال لي وخب الحضاء وكثير من القراء العظماء نعم يقول علمتني مرأة نعم يا سلام ما زال الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة نعم وإلى الآن أنا أعلم تمام العلم لقرب من هذا المجال حلقات تحفيظ كتاب الله عز وجل وانا أعرف في كرة كثيرة وانا أعرف يقوم عليها امرأة أنا أعرف معها إسناد صحيح في شعبة وفي حفظ وفي كثير وانا أعلم بفضل الله تعالى ولا يزال الخير إن شاء الله يا رب وكما ذكرت حضرتك والإمام الشافعي رضي الله عنه قام على تربيته أمه تخيل من الكوفم العراق لمكة المكرمة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصر أي تعب جولة في العلم جولة كبيرة ونسمع الآن حينما يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن من أربعة خذوا القرآن من أربعة ثم ذكر منهم ابن أم عبد ابن أمه يا سلام النبي ما قال شي مثلا هو النبي قال سالم مولى أبي حذيفة قال معاذ بن جبل ما قال شي لم يأكل بقى ابن مسعود لما قال ابن أم عبد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أي قامت على طربيته أمه فقد تكون امرأة بألف رجل الله 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 طيب طيب مولانا الدكتور ونحن في برنامج الكتاب المبين ونحوي محاولة مفهوم الرجولة هو وصلنا إلى المرأة التي يمكن أن توصف بأنها رجل في صفاتها نعم يعني صفاتها المعنوية وصفاتها الاجتماعية والعلمية وغيرها طيب يا مولانا أقول الذكر ولا أقول الرجل اللي في بيته لا كل الرجل معرفش واخد بالحضرتك معرفش أنت تحدد لما نتكلم أنت تحدده أنت تحدد بقى اللي أنا هتكلم عنه اللي هو يعتبر نفسه أسد على زوجته وأسد على أبنائه بالضرب واللعن والسب والشتم وإحنا طبعا حضرتك وأنا وكثير من الأفاضل اللي بيشاهدون دلوقتي شفنا وأعدنا فيه حلقات ومجالس فض منازعات وكلام من ده بين الأزواج الحمد لله رب العالمين ورأينا وسمعنا كثيرا المرأة التي تقول إن زوجي يعمل فيه المكان الفلاني ويغيب عنا كثيرا ثم يدخل فيدفع الباب برجله ويدخل حضر الأكل يلا ولا سلام ولا كلام ولا 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 الكلام ده كله وتقول إنه يصوم لتنير والخمس والأيام البضو والأيام المعرفش أيه والكلام هذا أنا عايز بقى أنا عايز بقى في الدقايق اللي بقى يا مولانا تقول لنا يعني نصيحة لهذا حتى يكون رجلا معلش حضرتك حينما تحدث القرآن الكريم عن هذا الصنف قال الرجال قوامون على النساء كثير من الناس عنده فهم قاصر وفهم خاطئ في مفهوم هذه الآية أقول لك أنا راجل يا عم هو أنا راجل بالماغذة بالباب اللي حالك ذكرته الآن هو أنا راجل أنا قبل صعود المنبر للجمعة القادمة في الدروتين قال الراجل يا مولانا في سؤال عندي قلت له تفضل قال أنا قلت لمراتي لأن مراتي ابني غضبانا قلت لها ما تروحش مهم فقلت لها انت طالق قلت له ده ده مطالق صريح ما فيش كلام قلت له طب رح الفتوى في المنصورة قلت لفتوى قال يا مولانا أنا مش رايح إن كان عاجبهم مش عاجبهم طيب انت حضرتك قبل كده قلت لك مرة قال لي مش فاكر قلت لك انت طالق مرتين مهم ولا ثلاثة مهم طيب دي رجولة نعم كلمة الرجال قوامون على الانساء قوامون هو فعلا الرجل رئيس البيت او الرجل هو وزير البيت مهم الرجل هو كل شيء في البيت ولكن يكون كل شيء بحنكة كل شيء بعقل الرجولة عند الموقف حينما تحدث مشاجرة بين الزوج وزوجته هنا تظهر الرجولة يا حبيبي هي الرجولة إنك تحلب بالطلاق مثلا دي رجولة أو تضرب هي الرجولة نضرب مراتي على لماغذة على خديها أو تكسر الرجولة أن أنا أمسك المجلس اللي أعد عليه أو المغاية أو النيش أو تكسروا الرجولة أن أنا والله العظيم شفت كده شعارها ويتردها بره رجولة أنني أحلف على بالطلاق لا تباتي بره في بره الليلة ده بيمسك مثلا آلة كبيرة ويكسر عظمها كمان مشكلة بالتلات مش تباتي في البيت ولا تباتي فيها عند أخوية ولا تحتى عند أخوية طيب وعرضك وشرفك وعرضك وشرفك هذه الرجولة ليست بالسب ولا بالقذ ولا باللعن ولا بالضرب فأنت والله مسؤول أمام الله جل وعلا يوم القيامة الرجولة اسمح لي اللي بيشوفه الآن في الجامعات المصرية وغيرها مش الرجولة إن أنا سيب بنتي طلعة بهذا الشكل آه ده مش رجولة نعم نعم مش رجولة تمام مش أترك مراتي تخرج بالبيت المتعترة والملايكة العنها بهذا الشكل الرجولة في البيت أخلاق الرجولة في البيت أدب أيها ومن هذا الاستوديو من هذه القناة نوجه رسالة إلى كل أب وإلى كل أم أيضا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الوالد والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته كذلك الأم راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها ويحضرني الآن حديث طيب حديث النبي محمد ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة بارك الله فيك يا دكتور وأشكرك جدا وحلقة موفقة يتقبل الله مننا ومنكم يا رب إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله مشاهدين الأعزاء في ختام هذه الحلقة من برنامج الكتاب المبين لا يسعوني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدعية الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور محمد فتحي سليم من علماء وزارة الأوقاف وإمام وخطيب مسجد النور بالدروتين بالدقالية الحقيقة أن إحنا تحدثنا في الكتاب المبين النهاردة عن حاجة مهمة جدا وأعتقد أنه من الأمور التي يجب أن نشاهدها كثيرا وأن نتعلم منها كثيرا وهي مفهوم الرجولة في الكتاب المبين شاهدوا هذا الموضوع مرة أخرى ومرات على موقع قناة الرحمة الفضائية على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ألقاكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر